في الفيديو هنعرف مع بعض ازاي ان احنا نسطر صفحة الورد زي الكراسة بالزبط تمان تقدر من تطبعها وتعمل لها print وتستخدمها زي الورقة الفلسكاب اللي احنا بنجيبه من المكتبها يلا بنا نشوف هنعمل ازاي الموضوع ده اول حاجة نعملها ان احنا هنجي عند صفحة الورد بتاعتها بالشكل ده بعد كده هنجي عند insert ومن insert هنختار table وهنعمل زي ما احنا شايفين قدامنا كده ثلاث صفوف زي ما احنا شايفين قدامنا الحاجة المهمة التانية برضو ان انت لازم تظهر الشكل ده عندك او شكل المصطرة ده يكون مظاهر عندك ازاي تظهره هتيجي عند view بالشكل ده هتختار على رولر زي ما احنا شايفين قدامنا هتعلم عليها علامة صح بالشكل ده هتختفي لو اعلمت علامة صح هتظهر معاك بعد كده هنتأكد ان احنا وقفين كده على الجدول زي ما احنا شايفين قدامنا او على الشكل اللي احنا عملناه ونيجي هنا كده نبدأ ان احنا نسحب اول ما شكل يتغير معانا شكل موسط غير معانا نبدأ نسحب كده للاخر زي ما احنا شايفين قدامنا ونسيب مسافة صغيرة كده زي ما احنا شايفين قدامنا بين الصفحة والشكل اللي احنا نعملينه بعد كده هنيجي ان احنا عند table layout بالشكل ده ونيجي عند width بعد كده نبدأ ان احنا نكبر لحد لما الجنب التاني يبدأ يتضبط معانا زي ما احنا شايفين قدامنا كده ونسيب برضو مسافة صغيرة بينه وبين الصفحة زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده ومعلومة برضو خلي بالك ان انت لو مش واقف على الجدول مش هيظهر معاك اللي اعود ولا هيظهر معاك table design لازم تكون متحدد او محدد الجدول كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد كده نيجي ان احنا نحدد الجدول بتاعنا بالشكل ده من المربع ده وبعد كده هنيجي عند table design وبعد كده هنيجي عند شكل الخط او الشكل اللي احنا عايزين به يبقى ظاهر التصدير بتاعنا في الصفحة اول حاجة هنيجي هنا كده نختار الشكل شوف انت عايز ان هيص sampge وتبدأ تختاره مفيش اي belت تختار الشكل اللي انت عايز وقال لكم مثلا نختار الشكل ده اللي هو النقط دي وننزل تحت برضو في الخانة اللي بعديها هنبدأ نختار الصمت بتاع الشكل او الخط اللي احنا اختاره فوق وقال لكم مثلا هنخليه بالشكل ده زي ما احنا شايفينه قدامنا كده بعد كده زي ما انت محدد الجدول كده هنيجي عند بوردرز من هنا كده بعد كده نختار نقوله انه بوردرز هنسيب الجدول برضو متحدد وما تضغطش على اي حاجة هنيجي عند بوردرز مرة تانية ونختار inside بوردرز بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان يبقى معانا بالشكل ده هتخليك برضو محدد الجدول وهتيجي بعد كده عند lay out زي ما احنا شايفين قدامنا وهتختار منها insert below زي ما احنا شايفين قدامنا هايبدأ يكررلك السطور كده زي ما احنا شايفين قدامنا تقدر تكرر بقى زي ما انت حابب زي ما احنا شايفين قدامنا ولكن مثلا احنا نعمل لاخر الصفحة بالشكل ده هنرجع بالشكل ده خطوة زي ما احنا شايفين قدامنا كده طبعا تقدر تكرر زي ما انت حابب مفيش اي مشكلة لو خدت بالك بعد ما احنا عملنا السطور دي تحس ان هي صغيرة انت لو حبيت انت توسعها مفيش اي مشكلة هتيجي تحدد الجدول من هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا او السطور من هنا كده وهتيجي عند زي ما احنا شايفين قدامنا تبدأ ان انت تضغط ضغطة واحدة بالشكل ده هتوسع معاك زي ما احنا شايفين قدامنا لا حبيت برضو توسع اكتر من كده ممكن تضغط ضغطة كمان زي ما احنا شايفين قدامنا برضو هتوسع معاك وليكن مسلا كده تبقى مناسبة تمام نيجي بقى نكتب حاجة نجرب كده زي ما احنا شايفين قدامنا لو اذا ونق Louisノ本樣تotto لو لاحظنا ان الكلمة ليست على السطر لاحاежنا ان الكلمة تركتب على السطر دaz ازاي ه اافنا انك كتبته ونقاش احدد جدول مرة اخرى ونقاش شايفلون detto الاختيار هي نباشرة نباشرة أتخذ الكتابة الاسطر ما بأخذ todavia من ناحية الشمال هنا الاسطر الشمال وانا هتخليها من على اليمين. وقال لكم مسلا هنخليها من الشمال زي ما احنا شايفين قدامنا لو لاحظنا هتلاقي التصليل او التحديد اللي احنا عاملينه نزل لتحت. تيجي بقى كده نكتب زي ما احنا شايفين قدامنا كده هتبص نلاقيه ان هو بيكتب معنا على السطر زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام من المفتد مسلا ان انت عايز تغير الخطوط برضو مفيش مشكلة تقدر ان انت تيجي تحدد الجدول بتاعك كله او الخطوط كلها زي ما احنا شايفين قدامنا بتيجي عند table design وهتray عن الخط زي ما احنا شايفين كده وهلكم مسلا نختار البلدين بالشكل له و 궁اعد كده هتعمل نفس الخطوة تتيجي عن orders هتاقله no porters و بعدها هتده اختار مرة تانية وتقولOG inside modules زي ما احنا شايفين قدامناcake وقتقن برضو ان انت تختار الصمك زي ما احنا شايفين قدامنا . لو لاحظنا كده هنبصي لقيا عمل خطين زي ما احنا شايفين قدامنا زي الكراسة بالزبط. ممكن كمان ان احنا نجرب خط واحد هتبقى افضل وليكم مسلا ان احنا نختار الشكل ده. هنخليها زي ما احنا شايفين خط واحد ونخلي الخط يبقى سميك بالشكل ده. بعد كده نيجي نقول له نفس الخطوات من هنا كده. بعد كده نقول له كما احنا شايفين قدامنا كده. كمان لو حبيت ان انت تغير شكل الخطوط دي برضو مفيش مشكلة ممكن تيجي تتحدد كده بالشكل ده. وتيجي عند الأزلزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ما احنا شايفين قدامنا كده لاي لون طبعا بنشوف ورقة كتير من لون فبيبقى بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وممكن بعد كده ان انت تروح عامله زي ما احنا شايفين تبدأ بقى تطبع الورقة او تطبع نسخ كتير منها زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن بقى ايه ترجع بقى للون الطبيلي زي ما احنا شايفين قدامنا كده كمان ممكن تختار اشكال كتير من هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا لو ممكن تيكي تعمل خط هنا كده زي ما احنا شايفين في اخر الصفحة طبعا بنتشوفها في شاكيل كتير او كراريز كتير ممكن تعملوا مفيش اي مشكلة بنيجي نحدد الجدول بتاعنا كده او الشكل بتاعنا بنيجي عند تابل يقاود زي ما احنا شايفين نختار الشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا هيبدأ يعمل معنا الخط ده زي ما احنا شايفين كده وبس كده نكون وصلنا للهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو والسلام عليك